السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طالبت سنة ثلاثة عدادة هنكمل بيزن الله النهاردة الجزء اللي فاضل من الدرس الأخير أخذنا مبارح جزء من الدرس والنهاردة بيزن الله هنكمل باقي الدرس كله مبارح وقفنا لحد تعدد الأحزاب ونكمل بيزن الله معنا باقي الدرس سنة 1936 بريطانيا لسه عادت مصر حست انها دخل على حرب العالمية جديدة اللي هي الحرب العالمية التانية فخافت قالت لك انا امكان ادخل الحرب فالشعب المصري يعمل ثورة يعمل لي مشاكل ويحصل مشاكل بيني وبينهم لا انا عايز ابقى في الامان اعمل ايه ابتدي احسن موقفي مع الشعب المصري ازاي حسن موقفي قال لك هنعمل مقاعدة اسمها 1936 نشوف ايه اللي احنا محتاجينه من مصر ايه هي اللي محتاجة مننا ونحاول نلطف الجو بين الاتنين نجي المقاعدة 1936 يجي يقول لي ليه بريطانيا سنة 1936 اضطرت تعمل معاهدة مع مصر هقول لي عشان هي خافة الشعب المصري يعمل ثورة جديدة في الوقت انها كانت دخلة فيه على حرب جديدة وهي الحرب العالمية التانية فعشان كده بريطانيا دخلت في مفاوضات مع واحد اسمه مصطفى النحاس اللي قلنا كان رئيس حزب الوفد وهو اللي مسك الحركة الوطنية دخلوا الاتنين في مفاوضات مع بعضيهم انتهت المفاوضات دي بعقد معاهدة 1936 ودي اهم معاهدة عندك في المنهج المعاهدة دي نصت على ست نقطة اول حاجة كل الانجليز او الكوات الانجليزية هتخرج من مصر كلها مع عدم منطقة قناة السويس شان دي منطقة مهمة الجيش بتاعنا ضعيف عرضه قليل مش متضرب بريطانيا خافت تخرج من قناة السويس كمان يجي حد يحتل قناة السويس ويسيطر عليها ويعطل التجارة بتاعتها فقالت لك لا انا هخرج من مصر كلها بس قناة السويس هفضل قاعدة فيها ليه لحد يا جيش يا مصر ما تبقى قوي وقدر تحميها ساعتها انا هاخد بعض وامشي من قناة السويس اثنين انا دخلين حرب بريطانيا دخل حرب محتاجة مواني توفيها السفن بتاعتها محتاجة مطارات محتاجة طرق محتاجة سكة حديد محتاجة حاجات ياما فقالت لك في المعاهدة دي ان مصر هتحط كل المواني بتاعتها والمطارات والطرق اي حاجة بريطانيا هتحتاجها وقت الحرب مصر هتحطها تحت تتصرف بريطانيا تعمل فيها اللي هي عايزة وتستخدمه الحرب تلاتة مصر هتبني اي معسكر او طرق او كبار بريطانيا برضو محتاجة عشان الحرب مصر هتقدر او هتقوم ببناء الحاجات ديت لبريطانيا عشان تستخدمها وهي بتحارب اربعة في المقابل احنا بينا دولة مستقلة صح كان في عندي حاجة كده دولية اسمها عزبة الامم ده زي مجلس او اجتماع بيجتمع فيه كل الدول المستقلة لازم تكون دولة مستقلة علشان تدخل في عزبة الامم يبقى انت ممثل دولتك في عزبة الامم تطلع كده واحد يقعد فيها فبريطانيا قالت لمصر انا هساعدك ان انت تاخد عضوية عزبة الامم وتدخلي في عزبة الامم في مقابل انت توافق على الشروط اللي فوق دي رقم خمسة استمرار اتفاقية الحكم السوني للسودان زي ما هي يعني مصر وبريطانيا اللي اتنين هيفضلوا يحكم السودان زي ما هي بس هنزود ايه اللي احنا هنرجع الجيش المصري للسودان مرة تانية اللي احنا كنا سحبناه في الانذار بتاع حادسة السيرلستاك مستحبنا الجيش المصري لما اظهرت زور باشا شكلت الحكومة وفقت ان هي تسحب الجيش المصري قال لك خلاص يا عم هنرجع لكم الجيش المصري تاني للسودان سادس حاجة ان المؤهدة دي اعتفضل مستمرة لمدة عشرين سنة يبقى تاني مؤهدة 1936 من اهم المؤهدات اللي عندك في المنهج ليه بريطانيا عملتها كانت دخل حرب عالمية جديدة للحرب العالمية التانية فخافت ان الشعب المصري يعمل ثورة جديدة ايه اللي حصل دخلوا في مفاوضات مع واحد اسمه مصطفى النحاس انتهت المفاوضات دي ان هم عملوا اتفاقية او مؤهدة 1936 نصت على ايه ست نقطة جلاء او خروج الانجليز من مصر كلها مع عدة قناة السويس مصر هتحط المواني والمطارات والطرق بتاعتها تحت تصرف بريطانيا اثناء الحرب مصر هتبني المعسكرات والطرق والكبار اللي بريطانيا هتحتاجها وقت الحرب بريطانيا هتساعد مصر انها تدخل عزبة الامم اتفاقية الحكم السنوية للسودان هتفضل زي ما هي وهنرجع الجيش المصري تاني في السودان سادس حاجة مدة المعادة دي هتستمر لمدة عشرين عام طب ايه النتائج المترتبة عليها بقى برضو ست نتائج اول نتيجة عندي احنا ممكن نطلع ثلاث نتائج من ست نقطة بتوع المعادة نفسهم يعني اول حاجة احنا قلنا مثلا الانجليز هيخرجوا من مصر كلها مع عدة قناة السويس يبقى اول نتيجة ان احتلال مصري العسكري هينتهم من مصر كلها مع عدة منطقة قناة السويس اتنين قلنا البريطانيا هتساعد مصر تدخل عصبة الامم فعلا مصر انضمت لعصبة الامم وخرجت العضوية بتاعتها تلاتة قلنا هنرجع الجيش المصري للسودان تاني فعلا الجيش المصري راجع تاني للسودان وبقى فيه ادارة او حكم مشترك بيننا وبينهم وتلاتة بقى هنزودهم قلنا ليه بريطانيا ما رجيتش تطلع من قناة السويس علشان الجيش المصري ضعيف فربع نقطة من النتائج ان ابتدينا نقوي الجيش المصري عشان نقدر ندافع عن قناة السويس وبالتالي القوات الانجليزية كلها هتاخد بعدها وتمشي من قناة السويس خمس حاجة لغينا الامتيازات الاجنبية اللي كنا مدينها للاجانب في مصر في مؤتمر اسمه مؤتمر منترو سنة 1937 سادس حاجة واخر حاجة ان مصر بقى الدولة مستقلة خلاص بقى يا مصر ليك الحرية تعملي اي معاهدة انت عايزها او اي اتفاقية مع اي دولة اجنبية بشرط واحد ان المعاهدة دي ما تأثرش على اتفاقية او معاهدة 1936 احنا اتفقنا على نقطة في المعاهدة دي ما ينفعش تديها لدولة تانية مثلا انت مثلا اتفقت معا في المعاهدة ان المطارات بتاعتك والمواني تحطيها تحت خدمتي اثناء الحرب ما تروحش لدولة تانية بتحارب تقول لها تعالي خد انت المواني والمطارات لا يا ده باندي من شروط المعاهدة ما يفعش حد يقرب منه بقى النتاج المترتبة على المعاهدة ست نقطة واحد انتهاء احترال مصر العسكري مع عدم ابطية قناة السويس ان مصر تنضم العزمة الامم انضمت العزمة الامم تلاتة الجيش المصري راجع تاني للسودان اربعة ابتدنا نقوم الجيش المصري عشان يقدر يحمل قناة السويس وبالترى الانجليز رحله عن مصر خمسة لغينا الامتيازات الاجنبية في مؤتمر مونترو 1937 ستة ان مصر لها الحرية تعمل اي معاهدة سياسية بشرط واحد ان هي ما تتعارضش مع معاهدة 1936 نجي بالي المتغيرات الحاجات اللي هتتغير في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية لمصر بعد معاهدة 1936 اركز بقى معاه اول حاجة احنا الاول كان بيننا وبين بريطانيا عداء دول ما احتلانا دلوقتي لا بقى في بيننا علاقة حب وتقالف وود بريطانيا هتساعدنا في ساعدتنا في حاجات واحنا ساعدنا في حاجات فخلاص بقى انا صحاب وحباب من اول وجديد ورجعنا زي السمنا على العصر يبقى اول حاجة ان العلاقة من مصر وبريطانيا اتحولت من احتلال لعلاقة ود وتحالف ثلاثة ابتدى انفوز الاصر اللي هو انفوز الاصر اللي هو الملك اللي بيحكمنا يزيد وسيطرته تزيد من اول الملك فاروق ما وصل للحكم بتاع مصر ابتدى يبقى الاصر قوي جدا ثلاثة رجعت تاني الاوضاع او العلاقة بين مصر وبريطانيا لعداء مرة تانية بعد الحرب العالمية التانية ما قامت سنة 1939 لماذا؟ الحرب دي قامت بين دول اسمها دول الحلفاء اللي فيها بريطانيا ودول تانية اسمها دول المحور ودي فيها روسيا والمانيا وفيها دول تانية فاللي حصل ان المفروض مصر وبريطانيا داخلين في تحالف مع بعض فالحرب بين دول الحلفاء والمحور فبريطانيا قالت لمصر يا مصر انت حلفت قمي اعلن الحرب انت كمان على دول المحور فهيجيب اللي العلاقة بين مصر وأبريطانيا رجعت تاني العداء بعد الحرب العالمية التانية . في مصر تعلن الحرب على دول المحور وده رفضته الحكومة المصرية عشان كنا في الوقت ده بنستخدم سياسة اسمها تجنب ويلات الحروب يعني الدول كلها بتحارب بعضها احنا مناش دعوة احنا قاعدين في حالنا احنا ولا معدى ولا معدى هم يولعوا بقى يقتلوا بعضهم احنا قاعدين في حالنا مناش دعوة بيهم فرجع التاني لعلاقة لعلاقة حرب او علاقة خلاف وعداء مرة تاني سالة 1942 حصلت حدثة مشهورة جدا اسمها حدثة 4 فبراير 1942 وده اللي هيكون فيها الانذار الثالث اللي عندي في الملعج السبب ان بريطانيا طلبت من الملك فاروق انه يعمل وزارة جديدة او حكومة جديدة ويكون الرئيس بتاعها هو مصطفى النحاس بس الملك مرداش يبتدى يقول لهم ماشي هعينه ما يعينش خلاص ماشي هطلع قرار التعيين وما يطلعوش اللي اسمها ممطلة يعني ممطلة يعني بيطول في الموضوع ومش بينفزه مش عايز ينفز لهم الكرار بتاعهم يبقى الاسباب بسبب ممطلة الملك فاروق في تنفيذ طلب بريطانيا انه هو ايه الطلب ده تشكيل حكومة جديدة يكون رئيسها مصطفى النحاس الاحداث بتاعتها بريطانيا قالت لك هخوف الملك فاروق قامت بعتاله الانذار الثالث في المنعج عندي وهو انذار فبراير 1942 ايه هو الانذار ده بعتول الملك فاروق قالولو لو ما عينتش المصطفى النحاس في الوزارة احنا هنعزلك من الحكم ومع الانذار دوت الدبابات الانجليزية اللي موجودة في مصر حصرت اصر عبدين اللي قاعد فيه الملك وهددوه ان هم هيعزلوه من الحكم بل احداث حاجتين بريطانيا بعد انذار للملك فاروق اتنين الدبابات الانجليزية حصرت اصر عبدين وهددت انهيع تعزل الملك فاروق لو ما عينش مصطفى النحاس في الحكومة النتائج طبعا الملك فاروق جبان وخاف فاضطر يوافق على الانذار وعين فعلا مصطفى النحاس اللي هو كان رئيس حزب الوفد وخلا يشكل الوزارة او الحكومة ده بالنسبة لحادثة 4 فبراير 1942 هنجري في المنعج او في التاريخ لسنة 1947 هنتكلم بقى عن بسرعة كده احداث سريعة ازاي قدرنا نطلع الانجليز كلهم من مصر وازاي قدرنا نقضي على النظام الملك في مصر اللي هي نسميها قضية الجلائق الكامل للقوات البريطانية سنة 1947 مصر بما انها دولة مستقلة مشتركة في عزبة الامم ففي عندي مجلس اسمه مجلس الامن المجلس ده خاص باي حربة او مشاكل بتحصل بين دولتين او اكتر فمصر راح اتعرضت القضية بتاعت خروج الانجليز من مصر على مجلس الامن بس مجلس الامن فضل معلق القضية كده على جنب وما خدش فيها قرار ولا بالقبول ولا بالرفض بقى سنة 1947 مصر عرضت القضية بتاعت الجلائق على مجلس الامن بس مجلس الامن ما خدش فيها قرار في اكتوبر 1951 مصطفى النحاس اللي هو كان رئيس الوزارة طلع قال لك خلاص بقى احنا عايزين يطلع الانجليز ومش ردين يطلعوا فلغى المقاعدة بتاعت 1936 اللي كان فيها تحالف بين مصر وبريطانيا لغى المقاعدة دي خالص ودى الحرية لكل المصريين ان هم يحربوا الانجليز اللي هو النضال المسلح يعني انت شايف نفسك مصر وطني خد سلاحك وحارب الانجليز ده اسمه النضال المسلح ضد القوات البريطانية في اين في قناة السويس عشان الانجليز مش موجودين غير في قناة السويس قسمت 1951 رئيس الحكومة مصطفى النحاس لغى مقاعدة 36 ودى للشعب المصري الحرية في النضال او الكفاح المسلح ضد الانجليز في قناة السويس عمل ايه تاني بعد ما طلع القرار ده ظهر عند مجموعة او جماعة اسمها جماعة الفدائيين جماعة او مجموعة من المصريين كانوا بيروحوا يهجموا معسكرات الانجليز في قناة السويس ويرجعوا تاني يروح يفجروا حاجة ويرجعوا يقتلوا مثلا الانجليز ويرجعوا وكذا الحكومة حبت تساعد الناس دول فزودت لهم عدد الجنود بتوع الشرطة في منطقة قناة السويس عشان يساعدوا الفدائيين في الاعمال بتاعتهم بقى النتائج المترتبة على القرار بتاع مصطفى النحاس ده حاجتين ظهر عند جماعة فدائيين حجموا الانجليز الحكومة زودت عدد الشرطة في قرارات السويس علشان يساعدوا الفدائيين طب ايه بقى موقف الانجليز من قرارات الحكومة دي؟ الانجليز راحوا يحصروا المبنى بتاع محافظة الاسماعيلية اللي موجود في الاسماعيلية وطلبوا من كل جنود الشرطة اللي موجودين جوه المحافظة يسلموا الاسلحة بتاعتهم بس طبعا الجنود رفضوا انهم يستسلموا وقرروا انهم يحاربوا الانجليز لحد اخر طلق معاهم وحصلت معركة كبيرة جدا بين الاتنين انتهت باستشهاد عدد كبير جدا جدا من افراد الشرطة والمصريين وده اللي احنا بنعمله عيد الشرطة كل سنة وفي اليوم اللي بعد اللي هو يوم 26 يونيو رايحصل حاجة اسمها حريق القاهرة حريق ضخمة يتحرق بسببه اكتر من 700 محل وفندر وسينما وبعدها هتحصل حاجة اسمها صورة 23 يونيو 1952 ودي بإذن الله حناخدها مع بعضينا الترمج جاي كده يبقى احنا خلصنا الملحك بتاعنا كامل وبإذن الله هنشتغل مع بعض المجموعة من المراجعات سواء على الزوم او في الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته